رؤية محمد بن سلمان هو رؤية حاكم وقائد للمنطقة من يتابع تصريحاته من يتابع التنسيق الخارجي مع الولايات المتحدة ومع بريطانيا ومع مصر ومع الدول العربية الكبرى في المنطقة هو يصنع منطقة إقليمية جديدة قوية اقتصاديا وعسكريا وسياسيا إن كانت سياسيا كانت تتائجها في أمب القمم اللي الثلاث قمم اللي كانت في مكة المكرمة وكانت رسالة سياسية لمن لا يفهم الرسائل السياسية المهمة أن اليوم القرار أصبح قرار موحد لمواجهة أعدائنا نحن اليوم نصنع القرار وقالها أن منطقتنا رح تكون هي أوروبا الجديدة الشرق الأوسط هو الجديد للأسف لم يفهموا هذه الرسالة ذكاء الأمير محمد بن سلمان لم يخص المملكة العربية السعودية أنه ذكر أسماء دول حتى لو كنا نختلف معها في المنهج حاليا لكن رسمها بالمستقبل أنكم سوف تنظووا داخل هذه المنظومة رضيتم أم لم ترضوا فالقوة القادمة هي قوة سياسية عسكرية تنطلق من العاصمة السياسية الرياض السعودية بمكانتها اليوم تقرير كتاب السنة والتنافسي لعام 2019 يقول لك المملكة تقدمت أكثر من 26 مرتبة الأمام اليوم من الدول الجي تونتي اليوم السعودية المركز السابع داخلها وإحنا لم نصل إلى رؤية عشرين ثلاثين إذا وصلنا عشرين ثلاثين ماذا سيكون المستقبل؟ مستقبل زاهر بإذن الله أقول لأصحاب المتشائمين أقول لأصحاب من يربطون عصاعص وفبركات إعلامية أقول للصغار وهم صغار يتحدون من يبتزهم اليوم أنتم اخطأتم الطريق ودعوتكم مرتين كانت في حضور القمة الخليجية وحضوركم اليوم يبدو أن الرسائل لا تفهموها باتر غصب عليكم وغصب على خشومكم ستحضرون إلى الرياض صغار أمام عظمة المملكة العربية السعودية شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة